هنعمل مع بعض شربة لسان العصفور بطعم بقى حكاية وفي نفس الوقت طريقة سهلة جدا وكمان صحية يعني هتنفع لأي حد تعبان عندكم اي حد مريض وفي نفس الوقت برضو هتنفع لكل افراد الاسرة لان طعمها بجد خرافة وفي نفس الوقت ما هيش فيها دهون او توابل كتير شربة صحية مية في المية تابعوني وهتعرفوا ازاي انا عملتها بس في الاول كده ضغطوا لايك واللي مش مشترك معي في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد تابعوني بقى وشوفوا الطبقة الجميل ده احنا عملنا ازاي وطبعا كلنا عارفين ان شربة لسان العصفور شربة سهلة كده في البلع اه بحبها الاطفال والكبار وكل افراد الاسرة وزي ما قلتلكو هي وصفة حلوة قوي وخصوصا كمال للمرضى آآ اللهم صلصة محمد يلا تابعوني وشوف انا عملتها ازاي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آلي واصحابي اجمعين علشان نعمل شربة لسان العصفور مش هنحتاج غير كيس من لسان العصفور او اي كمية انت محتاجاها لو عازة تعملي من لسان العصفور الفرط آآ برضو بيبقى حلو بس اهم حاجة يكون نوع كويس تمام في انواح كتير بتشتريها كده فرط بالكيلو آآ بتبقى كويسة وفي انواع ما بتبقاش كويسة تأكدي اللي انت بيجيب منه ما بيجيبش غري من الانواع الكويسة تكون انت بجربها قبل كده تمام او تجيبي آآ مكارون دي الاكياس دي آآ اللهم صلى سيدنا محمد يبقى احنا كده مش هنحتاج غير آآ لسان العصفور ولو عندك شربة يبقى تمام عندك الشربة آآ مش مشكلة اعملها بالمية وخصوصا بقى لو هتعمليها مسلا لحد تعبان او كده يبقى عمليها بالمية او مسلا بالفراخ آآ شربة الفراخ يعني آآ تكون شربة خفيفة مش سمينة تمام كده هنجيب بقى حلة ونحطها على النار الحلة هنزخنها على النار من غير اي مادة دهنية يعني مش هنحط لزيت ولا سمنة ولا اي مادة دهنية تمام كده هنفتح الكيس ونبتدي نفضي في الحلة ونقلب كده بالمعلقة ويفضل يكون طبعا اسباتيولة او معلقة خشب كده يعني مش مسحاب اللي انت تقعد تقلبي بالمعلقة المعدن تمام هنبتدي اللي احنا نقلب كده فيها بس اهم حاجة هاد النار عليها ما تعليش النار علشان ما تشعودش منك قوي وتبقى ايه حبايا بيضة وحبايا تحملوا حبايا لصا بيضة وكده انا عايزة آآ لفس درية اللون تبقى في كل حبات لسان العصفور وانا هنا في حل ع النار جنبي بس لقفارها هاخد الشربة بتاعتها ازود بيها لسان العصفور انت بقى لو هتعملها لحد مريض او كده فانت آآ اللهم صلى على سيدنا محمد تعملها بنفس الطريقة بس ان ما تكيززودي زودي مية ما تزوديش شربة تمام ولو المريض ده ما اسمح له اللي هو يشرب شربة فراخ او ياكل فراخ فانت هتعمل الفراخ آآ تسليقيها كده عادي من غير اي توابل آآ ما تحطيش ازياد من البصل وتمط مية واحدة لو عايزة تحطي بقى رحة فلفل اسفل الصغيرة خارس ما تقطريش آآ تمام والملح وبس كده ما تحطيش اي توابل لاي حد مريض هتغضي طبعا الشربة بقى بتاعت الفراخ بعد ما تستوي وتبتدي اللي انت تزودي بها لسان العصفور انا بوريكو بس انا وصلت بدرجة اللون آآ اللي انتو شايفينها دي لسه عايزة شوية تمام كده هفضل اللي انا اقلب فيها لوقات لما وصل لدرجة اللون اللي انا عايزها في لسان العصفور زي ما قلتلكو انتو يعني حتى لو انتو مش هتعملوها لحد مريض او كده آآ حمروه عن ناشب الطريقة دي علشان تقلل برضو في المادة الدهنية آآ اللي انتو هتستعملوها لكو انتو عشان برضو تبقى خفيفة وتقدر آآ تقدر انك تكل اكبر كمية منها انت يا او اطفالك من غير ما تتعبي ودي درجة اللون اللي انا وصلت لها فاضل بس شوية صغيرين وخلاص على كده تمام كده هفضل اللي انا اقلب كده فيها لغاية لما اوصل آآ درجة اللون اللي انا هوريها لكم دلوقتي عايز اقول لكم حاجة آآ انتم لما توصلوا اللون اللي انتو عايزينه آآ ادفع على طول البتجاز وبتدوا اللي انتو انقلوا اللي سان العصفور من الحالة اللي هي فيها الحالة تانية لو انتو هتسيبوه شوية يعني انتو لو هتسيبوه شوية مش هتزودوه وتشتق وتستعملوه على طول آآ اللهم استرى سيدنا محمد فانتم لازم تنقلوه من الحالة اللي هي فيها آآ علشان آآ طبعا الامونيوم بيحتفظ بدرجة الحرارة اكبر قدر ممكن فهتبص تلاقي ان لسان الحباية لسان العصفور غمقت اكتر آآ اللون غمق اكتر من اللي انت عايزاه فهمش هيبقى حلو معاكي آآ انا عشان انا هعمله يعني انا بحمره دلوقتي وهسيبوه شوية قبل آآ ما اسويه لان ان لسان العصفور زي ما انتم عارفين لو فضل في المية كتير بيشرب المية وبيتبص تلاقي الحباية كبرت وكده فانا هعمله على الاكل على طول يعني انا هحمره دلوقتي وهسيبو هفضيف حاجة تانية واسيبو لغاد لما اجي آآ الله مصرس انا محمد لما يجي بقى معادي الغداء او كده ما بياخدش بقى غلويتين على النار وابتدى اللي انا اغرف منه على طول سخن من غير ما اسويه واسيبو وارجع سخانه تاني آآ بيبقى بقى ايه بيشرب المية اللي فيه او الشربة وكده تبص تلاقي الحباية كبرت زيادة على اللزوم وطبا بتمنك زيادة على اللزوم فانت تعاوض اللي انت تعمليها هتعملي لسان العصفور على الاكل على طول او تحمريه وتسيبه في حاجة كده آآ الله مصرس انا محمد تسيبه في حاجة غير الحالة اللي انت حمرت فيها لغاية لما تيجي تحمريه بحط تاني تمام خلاص حمرت وشيلته على جنب شوية ولما جيت بقى دلوقت اللي انا سويه معاك وحطته تاني في الحالة وابتديت اللي انا اخد من الشربة اللي انا عاملاها واحط بقى على لسانة العصفور من غير اي حاجة زي ما قلتلكم من غير اي حاجة تمام الشربة بس على لسانة العصفور اللي انا حمرته الشربة ما شاء الله غنية وطعمها حل وهتدي طعم بقى لسانة العصفور وان شاء الله بازن الله هيعجب اولادكو ويعجبكو جدا هي طريقة سهلة وطبعا ناس كتير عارفاها بس في نفس الوقت برضو في ناس كتير مش عارفاها وخصوصا بقى البنات هما اللي بدخلوا على النت ويشوفوا الوصفات دي ازاي يعملوها وكده لانهم اصلا مش بيعرفوا يطبخوا طبعا التعليم والدراسة اللهم صلى الله سنة ان محمد وبنات اليومين دول طبعا مش زي بنات زمان ما بيتعلموش بقى لما بيكبروا بقى واتبسط لقيهم دخلوا المطبخ قصبا عنهم اتجوزوا دخلوا المطبخ فبيضطروا ان هما يعملوا الحاجة يعملوا ايه بيجيبوا النت يفتحوا النت ويشوفوا الوصفة تمام فممكن تبقى وصفة سهلة سهلة جدا زي دي ما يكونوش عارفينها فانا قلت اعملها معاكم يمكن تفيد حد تمام شايفين بقى لصان العصفور بسم الله ما شاء الله بعد ما زودته سبته كده غلوتين على النار شايفين عامل ازاي شايفين جماله عايزة اقولكو كمان ان انتو ما سبهوش على النار كتير لو سبته على النار كتير هبصت لقيهوه شرب الشربة كلها ويكبر في الحاكم كده وطبقة مش كويس خالص لما تلاقوا قرب من السوى لسه فيه تكة بسيطة خلاص ادفع للنار ولازم يكون كده يعني ايه اه في شوية شربة كده ما يكونش ان هو شرب شربته كلها شايفين بسم الله ما شاء الله تقدره بقى تعصره تعصره عليه كده لمون اللي حابب باللمون يحط اللي مش حابب مش مشكلة بس بيبقى حلو قوي باللمون هو بالهنة والشفة واي حد مريض زي ما قلتلكو اي حد سليم تبقى حلو قوي بالهنة والشفة يا رب يلا بقى ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعموني باللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته